اهلا بكم مشاهدين و اول فقراتنا في نهارك سعيد وهي فقرة الصحافة نتناول فيها اهم منشطات صحافة 15 مارس 2012 يوم الخميس و نهاية اسبوع يا رب تكون سعيدة العجل مياه هيكون مشرفنا و استاذ اشرف البلبري رئيس قسم الاخبار بجالية الشروع صباح الخير صباح الخير نهاية اسبوع حافلة كالعادة و اسبعنا ما شاء الله بعد 25 نهاية الحافلة بس يمكن في منها الكوميدي يمكن الاعلام كله بتنضر مبارح بالمرشح اللي وقع من جيبه مخدرات لما كان داخل اللجنة لكن الاخبار التانية خلينا اخدها بالترتيب وهي الاخبار جايبة بعضها من المصري اليوم الصفحة الاولى عرض نزلاء ترى بالتصالح يعيد اللون الاخضر للبورصة والاهرام الصفحة الاولى وزير المالية قال ان استعداد الاموال من نزلاء ترى لمصلحة مصر والمصري اليوم الصفحة الاولى قضاة ومحامون القانون يمنع التصالح ولا بد من تشريع جديد والاهرام الصفحة الاولى تعديل قانون الانتخابات الرئاسية دستوري والشروق الصفحة الاولى الداخلية تبرق ضابط الامن الوطني والشعب يطالب بالتحقيق ومن المصري اليوم الصفحة التالتة تطبيق الحد الاقصى للاجور باثر رجعي من يناير ومن الاهرام اخر خبرين الاول من الصفحة الاولى قضاة الاستئناف يبحثون سحب الثقة من عبد المعز بسبب قضية التمويل ومن الصفحة الاولى برضو اخر خبر الحمى القلاعية بلغت زروتها ومعدل الاصابة ينخفض خلال ايام ونبتدي باول خبر من مصر اليوم عرض نزلاء ترى بالتصالح يعيد اللون الاخضر للبورصة يعني هو الحقيقة الربط بين عرض نزلاء ترى وتحسن البورصة بيمكن ما يبقاش هو دقيق قوي يعتقد انه هدوء العصفة اللي كانت بتحيد بالحكومة والاطاحة بيها كان هو اللي له التأثير الاكبر انما نرجع للقضية الاهم اللي هي عرض التصالح يعني هو الامر مش ما ينفعش يكون مرفوض بشكل مطلق هو فيه رأيين فيه رأيين فيه ناس بتقول ان نزبر لغاية القصاص ولغاية ما ناخد حقنا منهم ونجيب الفلوس كلها ولكن فيه رأي اخر بيقول انه السياسة مكاسب وبالتالي ان احنا ناخد الفلوس احنا فيه مثل حاجة لها دلوقتي افضل من احنا نقعد نزبر لكن الجرائم الجنائية لا يتم التصالح فيها ايه بالضبط هو الحقيقة انه فيه برضو علشان الناس ما تخلطش بين القصاص للشهداء التصالح هيتم فيه قضايا الفساد المالي والاقتصادي وليس فيه قضايا قتل المتظاهرين يعني احمد عز مش متهم في قضايا قتل المتظاهرين لكن متهم بالتربح واستغلال النفوذ وده اللي هنتكلم فيه عن التصالح بشأنه وعشان كده مش يعني ايه لا يجب ان احنا نربط بين التصالح وبين القصاص او اصدار الاحكام القضائية بشأن قتل في قضايا قتل الشهداء وده بياخدنا للخبر التاني من القرام الصفحة الاولى ان وزير المالية قال ان استرداد الاموال من نزلاتورة لمصلحة مصر بالتأكيد استرداد الاموال في كل الاحوال هيبقى لمصلحة مصر بس الاهم انه التعامل مع هذه القضية يتم بيقدر يعني بصورة مختلفة عن بقية القضايا اللي بنتعامل معها منذ بداية الصورة يعني يكون فيه قدر من الكفاءة والحلافية في التعامل بمعنى انه الاموال اللي موجودة هنا في مصر هي بالفعل موجودة وتحت السيطرة وتستطيع الحكومة بالطرق القانونية انها تعيدها الى خزانة الدولة لانه شابها الكثير من الفساد الملف الاخطر والاهم هو الفلوس اللي موجودة برا مصر وهو ده اللي احنا عايزينه يرجع يعني ما يبقاش احنا بنتفاوض على فلوس هي معانا بالفعل التفاوض الاهم يجب ان يكون بشان الارصيدة والقصود اللي موجودة خارج مصر ونسترد ده نتمنى ذلك وهنشوف انشوف جيد مصر اليوم الصفحة الاولى قضاء ومحامون القانون يمنع التصالح ولا بد من تشريع جديد يعني هو العقبة القانونية الحقيقة ليس لن تكون هي العقبة الاهم لان هو يعني هما الناس قدموا المشكلة وقدموا الحل القانون في مصر في الوقت الحالي يمنع التصالح في قضايا الفساد لكن في نفس الوقت اصدار قانون جديد مش هيكون مشكلة كبيرة شريطة ان الحكومة يكون لديها خطة كاملة ورؤية واضحة تماما لكيفية التعامل مع هذا الملف بما يضمن تحقيق اكبر قدر من المكاسب او من استرداد الحقوق لان الحياة مش مكاسب كل هذه الاموال اللي ترقمت عند المجموعة المحجوزة والمجموعة اللي لسه ما تسجنيتش يعني ومجموعة انه كان في احتكارات كثيرة جدا فلوس الشعب الحياة تم تحصلها بصورة فاسدة فاستردادها يجب ان يكون استرداد شامل يعني يكون الامور اللي يجب ان نخدع مرة اخرى ونجد نفسنا ان احنا بنبرق الناس ديك وناخدش فلوس احنا يا دوبك بناخد حقنا لانه رفع سعر الحديد في كام سنة اجد ايه مشرقين وشير الشركة نفسها وهي شركة حكومية بتبقى تخصو لا يعني نفيس على ذلك انه مثلا الحديد بس الوهده كانت اسعاره فيها مشاكل قد كده وين اراضي اللي خدوها بلايش اراضي اللي خدوها بملايين وبيعوها بملايين انه في الاخر الفلوس دي يعني في اللفة في الاخر هي بتاعتنا فنرجعها بالزبط الاهرام الصفحة الاولى تعديل قانون الانتخابات الرئاسية دستورية يعني هو احنا كده انتهت الزوبعة اللي كانت قفيرة حول تعديل قانون الانتخابات واقعدتوا لمحكمة الدستورية المحكمة الدستورية الحقيقة ما وقفتش عند نقاط كثيرة ايه يمكن اهمها بس انها اشارت الى انه غياب الاعلام ومنظمات المجتمع المدني عن اللجانة الفرائية لا يبطل الانتخابات شريطة قال لا يكون القاضي قد تعسف دون يقطة مهمة جدا وطرد الممثلي وسائل الاعلام دون سبب يعني في حالة عشان نبقى في حالة ان وسائل الاعلام او ممثلي منظمات المجتمع المدني ارادوا الحضور او دخول اللجنة لمراقبة الانتخابات وتعسف القاضي دون مبرر وطردهم ده يفتح الباب قدام الالغاء او ابطال انتخابات هذه اللجنة عدم حضرهم مش شرط اه ده مش شرط الشروق الصفحة الاولى الداخلية تبرق ضابط الامن الوطني والشعب يطالبه بالتحقيق ويمكن ده من اهم اخبار الاسبوع الضابط اللي اكتشفوه مندس وسط المتظاهرية ده مدارة الداخلية وكان اتهم بالتحريد والناس مسكتوا واخدت بطاقته وكانت بطاقة بتاعه وبعد كده اخدوا البطاقة وتوجعوا لعمل محدر هو الحقيقة انا المطالبة المجلس الشعب بالتحقيق هي دي النقطة الاهم احنا يعني يجب ان نتوقف دايما قدام القضايا من هذا النوع واللي هي فيها قدر من الغموض والالتباس يبقى المطلب الاساسي بتاعنا هو التحقيق الشفاف والنزيه لانه احنا مصلحة مصر هي الوصول الحقيقة ربما يكون الزبط ده موجود في هذه المظاهرة هو زبط امن وطني بيكتب تأرير يعني ده جوز ممكن يكون بيؤدي عمله لو هو في حدود ان هو واقف بيكتب تأرير عن المظاهرة والمشاركين فيها والهتفات والكلام ده وعلى فكرة دايما من كل الاجهزة الامنية بيبقى فيه مفروض عناصر موجودة جوه اي تجمع انما لو كان بالفعل شاركة في التحريض فده هيبقى بداية خيط يمكن يقودنا في الاخر الاكتشاف او الكشف عن الطرف التالت كما نقول دائما واللي احنا دايما هو سبب موجود في كل الكوارث وما نلعفش نوصله يعني علشان كده يجب التعامل مع هزي القضية بقدر كبير من الجدية ما يقدرش ناخد كلام الداخلية على انه كلام مسلم به لانه ده طبيعي الشعب مجلس الشعب لا يجب انه يلقي القرى في ملعب وزارة العدل ويكتفي بهذا القدر كانت فيه جلسة مغلاقة لجنة الدفاع والامن القومي لمنقشت هذه القضية اول امس يجب انه كمان الناس تصارح اذا كانت فيه معلومات يمكن تعليف حضرتك على رد وزير الداخلية يعني بيان وزير الداخلية او كلام قدامك برلمان ما هو انا بقول يعني هو وزارة الداخلية الطبيعي انها هتبرق نفسها لكن برضو مش من مصلحتها انها تتسطر على ظابط اخطأ يعني اذا كان بريء بريء يعني انا مفيش ما يمنع بشكل بنسبة 100% انه يكون بريء لكن في احتمال كبير انه ما يكونش بريء الداخلية هتخسر كتير لو تسطرت على ظابط اخطأ لانه كانت احد كوارث اه الداخلية طوال 30 سنة او اكتر انها دايما كانت بتتسطر على اخطأ ضباطها الى الدرجة انه وصلنا فيها لانه الدباط ما بقولش عارفوا يشتغلوا صح بس خلينا برضو يا فنظم على العلل يعني على الجانب الاخر فيه رد رد الكثير من الناس بيكون انه طيب معلغات دلوقتي لم يتم ادانة اي اي من قتلة المتضاعرين كل دباط الشرطة بتخرج براء هو ده اللي احنا بنقول فيه بنقول انه الداخلية اول خطوة علشان تبقى فيه علاقة سوية بين الداخلية والشرطة والشعب هو المصرحة وانه الناس تتحمل المسئولية والقابلية للمحاسبة يعني اللي اخطأ لن يدير وزارة الداخلية اعدم عشر زباط ولا عشرين زابط ولا حتى ميت زابط اخطأوا يعني لن بالعكس هيفيدهم اكتر لكن يديرها كثيرا انه يفلت ضابط واحد من العقاب ايوه بالضبط يجب القصص لانه في الاول ولا في الاخر ده دمه لازم حد يتحسب يروح كده يوصلت ربنا لينا المصري اليوم الصفحة الثالثة تطبيقه لحد الادمى للاجور باثر رجعي من يناير واعتقد ده هيزعج الكثير من الناسهم هو هيزعج الكثير وهيزعج القليل الذين كانوا يحصلون على الكثير يزعج لانه هم الغالبية الغالبية المسكة هم كانوا قليل يحصلون على الكثير بس برضو ده تقريبا هنكرر الكلام اللي كنا بنقوله في قضية التصالح يجب التعامل مع هذا الموضوع بشكل قانون محكم الصياغة خالي من الثغرات لانه احنا اعتدنا كموظفين في الدولة في جهاز بروقراتي للدولة على الالتفاف على اللوايح او اي قيود تخلل من مكاسبنا هو الحد الاخصي ده اللي هيبقى كان 35 ضعف 35 ضعف يعني هيبقى فصل لو احنا قلنا انه الحد الادنى هيبقى 1200 جنيه هنوصل لحوالي 35 اه اه او 40 الف جنيه فا ولو قلنا ان الحد الادنى هيبقى 700 جنيه هنوصل ل 25000 جنيه وقالوا انه ممكن يوصل في حالات خاصة لخمسين الف وهي دي بقى الحقيقة مكمن الخطورة حكاية الحالات الخاصة ما هي دي بقى قالك لازم والتي للوزير والتي لرئيس الوزراء دي طول عمرنا دي المشكلة كل قانون كنا بنطلعه طوال سنين فاتت بتقول ايه بيقول انه وللوزير المختص ان يلغي كل ما سبق ما هي بالزبط الباك دور ده او الباب الخالس هو دي المشكلة كلها انه الحد الاقصى ان المرتب الموظف في مصر في الحكومة الفين جنيه لكن ما يحصل عليه في نهاية الشهر يصل الى عشرات الالاف وربما مئات الالاف من الجنيهات طب هو هو في سؤالين هنا بقى تراجعي من يناير اللي فات دي حاجة الحاجة التانية بقى هو بالنسبة لتطبيق الحد الاقصى هل ده مرتبط بشكل او باخر بالسقف اللي بيتحط للدرجات الوظيفية على سقف الاجور لا مرتبط بالحد الادنى للموظف اللي هيتعين النهاردة هيقبط كان ازا كان الموظف يعني مقصة سقف الاجور دي اه اجمال اللي هيخدم دي دي يعني دي هتكتبط للمطبقة ولا تطبيق الحد الاقصى ده هيرفع سقف الاجور على الناس كلها لا مش هيرفع كل واحد بدرجته لكن هيبقى عندنا ازا قلنا انه الحد الادنى للاجر سبعمائة جنيه يعني بتتقيم ازاي بتتقيم بتتقاس من الحد الادنى لأول اجر في الدولة اول اجر في وظيفة الحكومية مش مالوش علاقة بنظراءه في الدرجة المالية او الدرجة اللي تحتها او الدرجة اللي بعدها طيب ننتقل للخبر اللي بعد كده الاهرام الصفحة الاولى ويمكن من اهم الاخبار قضاة الاستقناف يبحثون سحب الثقة من عبد المعز بسبب قضية التمويل الاجنبي ويمكن كنا احنا قلنا قبل كده لانهما كانوا بيجمعوا التوقعات عشان يوصلوا تلتمية عشان يقدروا يعملوا كده هم تقريبا جمعوا النصاب المطلوب من جماعية عمومية طريقة للمحكمة طبعا قضية التمويل الاجنبي الخاسر الاكبر فيها كان القضاء يعني لحق به اذى كبير مصداقية القضاء والثقة فيه اهتزت بصورة قوية عشان كده يجب طبعا ان القضاء يتحركوا طب وليه لم تتخذ اغراءات لغاية دلوقتي يعني المجلس الاعلى للقضاء طب ايه اللي حصل في التحقيق ما هو الحقيق اللي كمان لانه الجميع غسل يده باب العربي كل الناس قالت احنا ملناش دعوة الحكومة قالت احنا ملناش دعوة حتى وزير العادل قال انا مليش دعوة المجلس الاعسكالية انا مليش دعوة طب هو السؤال المستشار عبد المحز يعني معناه شوف هو القضاء زي تحكيم الكرة كده بيقولوا ان العقوبات للقضاء يجب لاجب ان تكون علانية اه لكن الحقيقة هذا القول يعني لا يجب ان يطلق كده ويخذ على عواهني لانه اذا كان الخطأ او اذا كانت القضية بحجم لا هو بحجم قضية الناس كلها عرفتها هي مش صالح هي افضيح لانه لما يبقى الامريكان بيقولوا احنا بنتوصل واحنا بنعمل لغاية ما الموضوع ينتقل بالمناسبة في وفد امريكي هنا من مبارح وصل في طهر العسكرية ده ايه ايه اخر الاخبار لا هو احنا الوافدي طبعا طبعا موضوع القضية التمويل بالنسبة للامريكان تقريبا اتقفلتها يعني فيما يخص الماضي خلاص الناس عندهم في بيوتهم وهو كمان القضية الحقيقي قضائيا هي مكادش ذاتها بال يعني قضائيا هي جنحة ممارسة عمل بدون ترخيص يعني هي مكادش القضية نفسها ما هو السؤال ايه ايه اللي وصلنا لحد النقطة دي حتى تعقدت وبعد كده يتم حلها بحلس يستمر ما احنا قلنا من الاول ما احنا قلنا ان هما سؤالتني بس انه التكييف القانوني تكييف القانوني ده ما كانوش عارفين من الاول يعني لا لا عارفين طبعا بس هو ما احنا اتفقنا انه ده احنا عندنا في مصر نعاني من نقص الكفاءة في الكثير من مجالات عملنا وعلى مختلف المستويات نقص الكفاءة ده ده يعني عكس دايما في ادارة الازمات مصر تفتقد الى ثقافة ادارة الازمات يعني دايما لو حصلت مشكلة نجد صعوبة في ادارتها وده يمكن لو نقلنا للعنوان الاخير العنوان الاخير ده بقى اللي هو مشكلة احنا مش قادرين نفهم حال ده يعني فيه ناس تقولك دي حرب بيولوجية اللي هو الخبر الاهرام الصفحة الاولى الحمى القلعية بلغت ضروتها ومعدل الاصابة ينخفضه خلال ايام وهو في ناس تقولك دي حرب بيولوجية وناس تقولك مش عارف ايه طب احنا فيه من ده وليه الحاجات اللي اتصل لنا يعني احنا جلنا سلالة من بره دي ما كانتش عندنا قبل كده السلالة دي جات منين جات منين لانه اولا جات منين جات لانه احنا زي بالظبط ما بتخش الشماريخ وحتى المخدرات احنا للاسف عندنا فيه صغارات كبيرة في نظام الدولة يسمح بانه مواطن يستورد شحنة مواشي من الخارج وبرشاوي وباساليب كلنا نعرفها بتدخل هذه الشحنة دون الخضوع للكشف الطبي طب ازاي ثانية احنا بقى نقف عند حكاية الكشف الطبي دي اطباءنا البطرييين بيقولوا ان احنا لأ احنا بعتين الاطباء البطرييين بتوعنا لبلد المنبع وبعتينهم لما اش عارفت للدول اسيوبيا وكشفين قالك بنكشف على الماشية هناك وبتقعد في حجر صحي ثلاث اسابيع وبتيجي في مصر حجر صحي ثلاث اسابيع يعني لو في حاجة هتباني هناك لا 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 شوف شوف كل ده كل ده الكلام اللي بيقولوا دوت مع خالص احترامي لهم على الورق احنا عندنا احنا نتعاو عن اساتزة في تستيف الورق لكن لو كان كل الكلام بيتم بهذا الشكل ده احنا كنا بقينا فنلندر مش هقول حتى امريكا يعني كنا بقينا فنلندر يعني قاله ان احنا قريدي ان احنا من قبل ما البليمة بتركب الطيارة ويتيجي هنا هو احنا بكونوا كشفين وعملين وحضرين وكل حاجة لكن كلمة لجنة دي والله بقت مزعينة بالزبط كده نسميها اي حاجة تانية بعد كده مش عارفين نسميها اي بالزبط كده الحاجة التانية طبعا حكاية ان الحرب البيولوجية الحقيقة من الحاجات عموما الاستخدامها ما بيبقاش على نطاق يعني لازم يكون في حالات ضرورة لانه انت ما تقدرش تضمن تسيطر عليها يعني لو قلنا جات من اسرائيل ما تقدرش ده فيروس في الجو يمفع يتنقل تاني يرجع تاني لاسرائيلي يعني في احنا مش عايزين نتعامل مع الامور بهذا الشكل والله احنا مفروض ان احنا نتعامل مع الامور ناخد بالنا شوية من بلدنا وكلنا نخلص في عملنا ونركز سوية عشان احنا مش نقصين يعني كمية المشايا اللي احنا خسرناها دي على حساب مية في امس الحاجة لها كمان يعني وكمان النوبية يعني هم ما بيأكدوا ان ما فيش خطر على البني ادب بس محدش عارف بقى التحور الفيروس حتى لو ما تحورش في خطر على السروة الحيوانية يعني احنا بني ادب لو هيعيش من غير اكل والله ما حد عارف احنا نعيش من غير اكل ولا من غير ايه بالزبط استاذ اشرف البرباري رئيس قسم الاخبار وجريت الشرق نورتنا شكرا مشاهدينا هنسبكوا مع تقرير عن معرض الفنانة حرية السيد افتتح دكتور صلاح المليج رئيس قطاع الفنون التشكلية بمركز محمود مختار معرض الفنانة تشكلية حرية السيد بعنوان وميد بتوضح فيه الفنانة الحب والعدل والسلام نشوف التقرير ونرجع لفقراتنا في نهارك سعيد